لكن حزب الله هو جزء من المعادلة هو معلش هو يحظى واللبنانيون تقريباً يحظى بتقدير اللبنانيين على اختلاف طوائفهم أرى في لبنان في مستشل طايفة ما هو بشكلهم ينتم معناه يتماشوا مع حزب الله لا سياسياً ولا دينياً طبعاً طبعاً هناك اختلافات كبيرة بينتهم واختلافات أغلبة سياسية موش دينية هناك من يرى أن اللبنان يعني لا لا يمكن له أن ينخرط في حرب مدمر مع اسرائيل قولك لا تعنينا احنا هذي وفما جانب آخر كذلك بل بابا سلم اليوم حزب الله راوم موجود في مجلس النواب اللبناني هاي هاني بشنجية عبوا حضور سياسي كذلك هو موجود في الحكومة موجود في الحكومة اللبنانية موجود في مجلس النواب يعني في حكومة دايماً تعرف الحكومة فيها استفافات حتى مجلس النواب نفس الشيء كما قال مرة السيد سليم الحص يعني الرئيس للحكومة اللبنانية السابق سنة التلفين لما سئله قال لبنان فيه الكثير من الحرية والقليل من الديمقراطية بمعنى أن النظام السياسي في لبنان يخذع لاتفاق الطائف بتاع 1990 تم توقيعه في الطائف السعودية وأنهى الحرب الأهلية كان وقت اتفاق أن الرئيس يكون من الطائفة المارونية المسيحية رئيس البرلمان يكون من الطائفة الشيعية ورئيس الحكومة يكون من الطائفة السنية هذا طبعاً المعمول به يعني والانتخابات تكون على جانب طائفي نفس الشيء مش بكل مواطنية اللي عن نحنها مثلاً إذن حزب الله ممثل في البرلمان وممثل في الحكومة اللبنانية في كل حكومات كان دايماً له وزارات إلى غير ذلك ومن بين اللي استشهدوا ابن رئيس كتلة حزب الله في البرلمان ابن محمد رعد ابنه استشهده في جنوب لبنان مؤخراً إذن فبالتالي وهو رئيس كتلة الوفاء المقاومة يسمى اللي هي كتلة حزب الله في البرلمان اللبنان كان نقوله نبيه بر نبيه بره هو من الطائفة الشعي من حركة أمل حليفة حزب الله أيضاً إذن هنا شنو الموجود؟ طبعاً الموجود نجيب ميقاتي سني معروف بناوي حريري سني نفس الشيء رئيس حكومة قبل كان مثلاً الرئيس ميشيل عون نعم له حصة نهار نعم له على اتفاق الطائف على اتفاق الطائف والتقسيم الطائف من لبنان يعني مهم جداً لفهم استراتيجية العسكرية والسياسية لحزب الله في المنطقة وحنا الحج البهية دائماً الرسال اللبنانيين كانوا دائماً يختارونا وهم دائماً متحالفين من مقابل شوفنا إيميل لحود مثلاً في تحرير لبنان سنة الفين كان مناصر وهو عقائد في الجيش نفس الشيء ميشيل سليمان نفس الشيء كان كذلك وثم ميشيل عون والعماد ميشيل عون نفس الشيء هو عسكري بالأساس أيضاً إذن فبالتالي كانوا دائماً يساندون المقاومة الحاجة الأخرى زدك في كيف اللي حزب الله من الجمش يدخل في حرب لأن الحرب هو قرار دولة قرار دولة عندما تكون بلادك محتلة بالطبع الحرب مفتوحة للجمش لكن أن تدخل في حرب إعلان حرب مع الكيان الصهيوني هذه تتخذها الدولة اللبنانية لكن اللي هنا والدولة اللبنانية تسمح بقواعد اشتباك معينة معناها بين المقاومة والجيش الصهيوني على اشتباكات حدودية لأن حزب الله يستهدف الخواعد اللي خرقتها اليوم حزب الله يوم 8 أكتوبر استهدف مثلاً مزارع شبعة ثكنات وتجمعات إسرائيل اللي هي مزارع شبعة من الجمش أحد لبناني يحتج على حزب الله لأنه محتلة لأنه محتلة الآن لما هذا الجيش طبعاً يستهدف يرد الفعل لهذا قلنا نحن الغباء لما يرد الفعل وهذاك عليش هو حتى بعض الإسرائيليين وحتى الأمريكان أرادوا تسويق صفقة للبنان أنه يمكن لإسرائيل أن تنسحب من مزارع شبعة وتعمل اتفاقية سلام مع لبنان وينتهي مثلاً هاجز حزب الله هذا صحيح صار لكن حزب الله الآن هو متحرر من أي ضوابط في هذا الخصوص لأن الكيان الصهيوني وصل في هذا الخرق إلى بيروت بالتالي هو الآن حتى أمام الرأي العام اللبناني سيرد الفعل وسائل أعلام عبرية تقول بلينكين يرجع زيارة المرتقبة لإسرائيل من يوم الجمعة إلى الأسبوع القادم وزارة الدفاع الأمريكية عطت تصريح مسؤول من وزارة الدفاع لواشنطن بوست نصف ساعة بعد اغتيال صالح العروري وقالت بأن إسرائيل هي وراء هذا الاغتيال الدعم الأمريكي لحكومة نتنياهو ماذا ننتظر من دعم أمريكي بعد اغتيال اليوم اللي الاغتيال هذا في دولة عربية كما قل هو في دولة عربية سيتواصل بنفس الحدة ينجب أن يكون هذا بتواطئ مع الأمريكان هو شوف الأمريكان هم متورطون مع هذا الكيان حد النهار متورطون ولكن حتى هذا التورط الأمريكي رأون الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها حساباتها أيضا يعني عندما تقوم إسرائيل بهذه الخطوة تتذكرين أن تصريح بايدن قبل فترة لنتنياهو قال بأن هذه الحكومة لابد أن تتغير ووجه انتقادات لها وأن عندما نقول الحكومة يجب أن تتغير بمعنى السياسة يجب أن تتغير يعني إرجاء بلينك لزيارته إلى الأسبوع القادم من يوم الجمعة الأسبوع القادم هذا فيه موقف سياسي هذا يعتبر موقف هذا غضب أمريكي مينكيا من هذا مما حصل لأنه يعرف أن هناك تداعيات خطيرة ستحصل الأمريكان يعرفون جيدا أن هناك تداعيات خطيرة وأن تصاعد الموقف في المنطقة هناك سيكون كبير وردود الأفعال وسنشهد في الفترة القادمة وخلال الأيام القادمة ربما مواجهات شرسة ورد فعل كبير من طرف لبنان كما من طرف القسام كذلك تجاه الكيان الصهيوني فبالتالي هنا أرجاء هذا الجولة إلى ما بعد يوم الجمعة إلى الأسبوع القادم لأنه يعرفون جيدا أن هذا هناك تصعيد سيحصل وبالتالي لا يريدون هنا ربما سيجدون أنفسهم في حرج من الناحية الأمنية هذا أمنيا لكن سياسيا فيه نفس الشيء قد يكون هناك أيضا نوع من العتاب والغضب العتاب لنقول هو العتاب بين الأحبة ما يكون منها الغضب ما يكونش بين العتاب بين الأحبة لأن الحبايب والإسرائيلي والأمريكان أكثر من حرب يعني الأمريكان والإسرائيليين يعني وجهان لعملة واحدة هي الطفلها المدلل هناك فبالتالي هنا ربما قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية يعني غضبت من هذا السلوك لأنه عندما تعلن قبل أيام عن سحب حميلة طائراتها فورد من المنطقة وتريد هنا الوصول في أقرب فترة ممكنة ربما هنا إلى اتفاق هدنة جديدة عندما يقوم نتنياهو بمثل هذه الخطوة لأنه تعرف عملية الاغتيال الكبيرة هذه تتم بقرار سياسي يعني حتى المسؤول الاستخباراتي صحيح هو يعطي المعلومة لكن القرار يكون قرار سياسي قرار سياسي بالتالي قد يكون هناك نوع من الغضب الأمريكي تجاه نتنياهو لأن هذا سيصعد من الحرب في المنطقة وقد يفتح الجبهات مجددا واضح في عشرة ثواني وفي الوقت أبو البابي سلم لكن في الأرض الفلسطينية الضفة الغربية رملها توا مسيرات حاشدة الدعوة لإضراب عام هل ستتوسع رقعة الحرب ننتظر رد فعل ولا لا لا ستتوسع رقعة الحرب سنشهى تطورات كبيرة حتى في الضفة الغربية كتاب القسام وكل فصائل مقاومة في الضفة الغربية ستنتفذ مجددا هي أصلا موجودة منها ستنتفذ مجددا ضد العدو الصيوني ونتمنى نحن دائما نعيد ونكررها أن يلغي محمود عباس التنسيق الأمني مع العدو الصيوني لا بد من إلغاء التنسيق الأمني مع العدو الصيوني ولا بد أن تنهض بكل تكيد يعني حتى ينتفذ الشعب الفلسطيني ضد هذا الإجرام الصيوني أعتقد أن الضفة الغربية غزة تقاوم والضفة الغربية تقاوم كذلك ونرى كذلك الجبهة اللبنانية ستشتعل مجددا كما في لبنان كما في سوريا كما في اليمن أعتقد أن في العراق وفي العراق بكل تأكيد نفس الشيء إذن فبنتالي أعتقد أن المنطقة مقبلة على تطورات كبيرة وكبيرة جدا في الفترة القادمة والخناق سيضيق على الكيان الصيوني وأعتقد أنه في الأيام القادمة سيتلقى ضربة قاسمة جدا من لبنان خصوصا